أدانت مصر إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأنروا بمدينة القدس وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة وحذرت مصر من محاولات إسرائيل المتكررة والحديثة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهدفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر